وضعت إيران بعدائها للسعودية نفسها في موقف لم تتوقعه ففي العادة كانت كل مواقفها النارية والمعادية للجوار تواجه بضبط النفس لكن بالونات الاختبار الإيرانية في أكثر من قضية امتلأت حتى آخرها فكان لابد من إبرة تفجرها مرة واحدة وكانت قصة الإعدامات التي لم تدرك طهران أنها شعلة أحرقت كل الأوراق السابقة وتركتها في محيط يكاد يخلو من الأصدقاء يوسف يضعنا في الأجواء التي ترافق تطورات الأزمة بين الرياض وطهران ماذا تبعت اليوم يوسف؟ نعم فضيلة زيادة ردود الفعل العربية والإسلامية أيضا تحولت الموضوع ليس توتر بين إيران والسعودية الآن أصبح واضح بأن هناك مشكلة بين إيران والدول العربية بشكل عام لأن المواقف كلها باتت أقوى وباتت موحدة حتى منذ اليوم الأول وبعدها إذن نقول أن عزلة دولية تزداد رقعتها يوما بعد يوم هذا ما تواجهه إيران بعد الهجوم الذي تعرضت له السفارة السعودية في طهران وقنصلياتها في مشهد دول عربية قطعت علاقتها مع إيران وأخرى خفضت تمثيلها الدبلوماسي بينما عرضت روسيا والصين دور الوساطة لحل الأزمة بين الرياض وطهران لكن الأزمة كما تراها السعودية والدول العربية لا تقف عند الهجوم على مقر السفارة السعودية بل هي في التدخل الإيراني في شؤون الدول العربية تدخل وصل إلى حد إنشاء تظيمات مسلحة ومدها بالسلاح كما حصل في البحرين والكويت تدخل ساهم في تدهور العلاقات بين السعودية وإيران خلال السنوات الماضية وصل إلى قرار رياض قطع علاقاتها معها فالخطوة السعودية تجاه إيران وجدت تضامنا عربيا واسعا ودعما فيما تتخذه المملكة لوقف التدخل الإيراني في شؤون المنطقة فلم تعد المسألة رد فعل سعودي بل رد فعل عربي على سياسات إيران الأزمة الحالية بين السعودية وإيران مرشحة لأن تتفاقم في حال واصلت طهران انتهاج سياسة التدخل في شؤون جيرانها سياسة تسعى من خلالها إيران إلى تنفيذ مخططات توسعية تضعها في مزيد من العزلة على الخريطة هنا نتابع تقسيم الدول حسب مواقفها من إيران لنشاهد جغرافيا إيران كيف تقف الآن بعد هذه المواقف تحدث هنا عن قطع العلاقات ثلاث دول البحرين السعودية السودان قطعت العلاقات مع إيران أيضا الدول الأخرى هنا إما تخفيض للتبادل التبلوماسي أو استدعاء السفير سواء من هذه الدول من اليمن من الإمارات من قطر الكويت الأردن الصمال جبوتي جزر القمر وغيرها وعمان أيضا هناك بيان لدينا هنا مع إيران يقف العراق فقط هناك لبنان تركيا لبنان موقف غير واضح رسميا بسبب الخلاف السياسي الداخلي تركيا رسميا بيان الخارجية والحكومة أسفة لما حدث في إيران اعتبر أن الإعدام كان لمعارض سياسي لكن الرئيس أردغان خرج بتصريحات أدان فيها ما حدث قال بأنه غير مقبول وبالتالي الموقف ليس على نفس المستوى لكن في المحصلة هناك مواقف من إيران ومما فعلته أيضا بالباكستان كان هناك بيان يندد بالهجوم على السفارة وبالتالي إذا ما لاحظنا فيما عدا العراق تبدو إيران جغرافيا محاصرة إذا أضفنا إليها الباكستان من هنا بردود فعل منددة رافضة لسياساتها للتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها هذا ما يمكن أن نقوله هنا فضيلة سواء في التقرير أو على الخريطة بالتأكيد يوسف بعد هذا الشرح أيضا نريد مزيد من التحليل مع الباحث السياسي من الرياض إبراهيم الزير أهلا بك سيدة زير إلى سكاينيوز عربية برأيك كيف ستتعامل المملكة العربية السعودية الآن مع كل هذه الوساطات التي تريد نزع فتيل الأزمة بينها وبين طهران أعتقد أن موقف الحكومة السعودية من هذا الموقف موقف واضح يتفق مع العراف الدبروماسية الحكومة الإيرانية خرقت المادة 31 من اتفاقية فيها للعلاقات القنصلية التي توجب على الدولة المضيفة حماية مباني السفارات والخصريات الأجنبية على أرضها موقف الحكومة السعودية من خلقت العلاقات الدبروماسية أيضا يتفق مع مواقف لدول أخرى مشابهة أو تعرضت لحوادث مشابهة مثل الحكومة البريطانية تعرضت سفارتها أيضا لاعتداء مشابه لما حدث للإعتداء الذي وقع على السفارة السعودية وقررت الحكومة البريطانية أيضا قطع العلاقات الدبروماسية مع الحكومة الإيرانية ولم تعترك العلاقات الدبروماسية إلى مجاريه إلا بعد توقيع التفاقية الأخيرة فيما يتعلق بسؤالك بصدد مساعد دول لاعادة العلاقات الدبروماسية ما بين الحكومة السعودية والإيرانية إلى مجاريها أعتقد أن الأمر في حقيقته مرهون بموقف الحكومة الإيرانية الحكومة الإيرانية هي التي أشعلت فتيل هذه الأزمة وليست الحكومة السعودية الحكومة السعودية فقط هي اتخذت رد فعل تجاه هذا الأمر ورد فعلها يتفق مع العراف الدبلوماسية فأعتقد أن الكرة الآن في ملعب الحكومة الإيرانية وما الذي هي باستطاعتها أن تقدمه لحل هذه الأزمة ما أهمية تحرك برأيك الإدارة الأمريكية في هذا التوقيت رأينا محاولات لأدوار وساطة من دول عديدة إن كان من تركيا من الحكومة العراقية من الصين وحتى من باكستان ما أهمية تتحرك الإدارة الأمريكية لتؤكد على دعمها للمملكة العربية السعودية موقف الحكومة الأمريكية وموقف المجتمع الدولي بشكل عام لا شك أنه يستهجن تصرفات الحكومة الإيرانية في هذا الصدد ومؤيد موقف الحكومة السعودية بشكل كامل لأنه يتفق مع العرافة الدبلوماسية فيما يتعلق بمحاولات السعي لإيجاد صلح والتدخل سواء مبادرة الصينية أو الروسية وغيرها من الدول الأخرى في هذا المجال أعتقد أن هذا يضع الحكومة الإيرانية في موضع حرج أمام المجتمع الدولي لا ينفي هذا الحرج قيام الحكومة الإيرانية بتقديم اعتذار في أمام الأمم المتحدة هذا لا يغير لا يقدم ولا يؤخر ليس هذا الأمر سابق وإنما هو استمرار لمسلسل اعتادته الحكومة الإيرانية للأسف لكن ما زالنا ننظر إلى المستقبل بتفاول طيب بما أننا ننظر إلى المستقبل والعملية قد تطول برأيك عودة العلاقات الإيرانية السعودية مرهون بماذا سيد إبراهيم هناك مصالح كثيرة أو هناك نقاط اتفاق وخلاف كثيرة الذي أشعل فتير هذه الأزمة حقيقة ليس الملفات التي موجودة حاليا في المنطقة مثل ملف مكافحة الإرهاب أو ملف إنهاء النزاع السوري وإنما هو الذي أشعل فتير هذه الأزمة هو شأن سعودي داخلي بحت قامت الحكومة الإيرانية بالتعليق عليه بتعليقات مستهجنة ثم حدث ما حدث فأعتقد أن هذا لا يمكن أن يتغير الوضع الحالي إلا في حال اتخذت الحكومة الإيرانية خطوات جادة في سبيل تصريح علاقتها مع السعودية احترام قواعد الجوار والتعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلام والرخاء في المنطقة وهذا يعتمد على قدرة الحكومة الإيرانية في تقديم هذه الأمور للأطراف المهتمة بالموضوع ومن أهمها الحكومة السعودية شكرا جزيلا لك إبراهيم الزير الباحث السياسي من الرياض